اشتركوا في القناة في مختلف القضاعات الاقتصادية التفاصيل في سياق التقرير التالي تحتفل المملكة بمرور عشر سنوات على منتدى استثمر في البحرين فعالية صلطت الضوء خلال عقد كامل على فرص استثمارية ذهبية في الصناعات ذات القيمة المضافة لتشمل المنتجات المعدنية والألمنيوم والبتروكيماويات وها هي اليوم تركز جل اهتمامها على الصناعات المعرفية والغذائية والسياحية طبعا القطاعات هي القطاعات الموجودة في البحرين الآن نحاول نوسع القاعدة القطاعات الموجودة التركيز الأساسي طبعا صناعة الألمنيوم والبتروكيماويات القطاع السياحي هو تركيز جديد لنا قطاع المعلومات والأنظمة والاتصالات والقطاع اللوجستي هدف الأساسي من عقد هذا المنتدى هو عرض الفرص الاستثمارية الموجودة في البحرين على الصعيد المحلي والصعيد الخارجي فنطمح أن نوفر فرص للبحرينيين ونطمح أيضا في نفس الوقت أن نستجذب رؤوس أموال أجنبية إلى البحرين وفي سعيها لتأسيس المناطق الصناعية النموذجية يرى المراقبون بأن تجربة البحرين كانت وما تزال محط أنظار العالم في تعظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لزيادة الاستثمار الصناعي المدروس وتنويع عوائد الاقتصاد الوطني وتحقيق مكاسب تقنية وشراكات استراتيجية من داخل وخارج البحرين هو يكفيك أن نطالع بحكم ملاحظتنا على مدى الدورات التي صارت فيها الفعالية ملاحظ أنه هو في تطور في ازدياد عدد الصفقات مثل ما قرأنا في الإعلام في مملكة البحرين عدد الصفقات يرتفع سنة عن سنة هذا مؤشر طبعا أن هذا مشروع ناجح مشروع يفيد الاقتصاد ونتمنى للصراحة كل التوفيق ونحن ندعمه دائما تظاهرة اقتصادية بحجم منتدى استثمر في البحرين يعلق الجميع عليها آمالا عريضة في أن تخرج بصفقات استراتيجية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني مساهمة بذلك في تخفيف وطأة الهبوط الحاد لأسعار النفط وخلق المزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية ورفض السوق المحلية بالتقنية الحديثة